نشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مقالاً على وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي قال فيه إن طالبان استعادت ثلاث مناطق بمقاطعة باكلان في شمال شرق أفغالستان وبالتالي فإن الحركة تتقدم إلى مقاطعة بانتشير من اتجاهات مختلفة حيث تتواجد حالياً القوات المناهضة لطالبان وبحسب وسائل الإعلام الروسية فقد انطلق المئات من مسلح طالبان إلى مقاطعة بانتشير ومع ذلك ذكرت طالبان أنها تحاول حل المشكلة من خلال المفاوضات هذا وقد طلبت حركة طالبان في وقت سابق من القوات العسكرية في مقاطعة بانتشير الاستسلام في أسرع وقت ممكن لكن طلبها قوبل بالرفض وأعرب أحمد مسعود نجد القيادي الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود والذي يقود مقاومة ضد طالبان في إقليم بانتشير عن أن الإقليم لن يستسلم لطالبان وإذا مندلعت اشتباكات فإنهم سيقاومون بعناد لكنه أكد أيضاً أنه يأمل في حل المشكلة عبر الحوار بدلاً من المعارك We are not fighting a geography. We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province. That's what's happening. And we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them. And we want and we do not want war to break out and to happen.